السلام عليكم معكم ياسر إذا كنت طالب جامعي أو مقبلة لمسيرتك الجامعية الفيديو هذا مخصص لك قبل أن أبدأ الفيديو شكرا 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 على الدعم اللي جاي يا أخي أنا ما توقعت ما توقعت صراحة الدعم هذا يجيني والله العظيم سعدتوني الله يسعدكم بدنا الله سأكون بحسن ظنكم وبنزل الفيديوهات تعجبكم الأمانة صراحة في الترم هذا أنا قريب لخريج من الجامعة يعني ضغط مشروع تخرج project إلى آخر تمام في هذا الفيديو من كلام مجرب والأمانة إليت أن يرجع فيني الزمن وسمعت الكلام من الشخص يعني من نفس الكلام طيب شوف كبداية أنت لما تدخل الجامعة عادة اللي يدخل ما يدري هذا تخصص يا رجال حط أي تخصص حط أي مكان أهم شي يروح وتخرج وفي ناس يقولون والله يا رجال أتخرج وتوظف أحسن وظيفة لا 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 مو كده الآن الوظائف صارت أصعب أن تكون أنت متخرج ويعني فرش جردويت أنه ما لك فرصة زي غيرك الآن لازم تشتغل عن نفسك إذا شتغلت عن نفسك في ذات الجامعة إلا أنت خرج ويكون عندك خبرة كبيرة في مجالك أنت رح تكون شي يعني شي قوي مرة طيب وش النصائح اللي أبدأ فيه معك ابحث عن شغفك يعني أنت ما تدري وش اللي تحبه وش اللي ما تحبه مثلا أنت شفت البرمجة تجرفت البرمجة والله جاهز الموضوع كمل تعلم أبدأ من الجامعة لا تقول والله يا رجال جامعة ومدلك كيف ضغط لا في وقت في وقت خاصص لك الدراسة الأشياء الثانية هذا لك أنت ومستقب لك أنت تمام لما أنا صراحة اللي أرجع لديني الزمن صراحة كني شخص ثاني طيب اقرأ عن التخصصات اللي أنت فيها يعني مثلا أنت رحت تخصص حاسب مثلا نظم معلومات أي تخصص تمام لا تقول اوكي تخصص يلا أمشي وكذا ونت مغمض لا اقرأ عن التخصص وش يتكلم عنه يعني شوف وش يتكلم عنه وش يعطي يعطيك في المناهج يعني وش التخصصات اللي تتوفر بعد التخصص هذا وش الهيئك عليه طيب لا تعتمد على شرح الدكتور شوف شرح الدكتور ممكن يعطيك 10-20% لازم أن تروح وتروح يوتيوب والدورة على شرحات المادة هذا شرحات كثير تمام سواء بانجليزة أو بعربي تمام شرحات كثير بساعد كثير لا تقول يلا بعتمد على شرح الدكتور وبذاكر على شرح الدكتور صدق فيه دكات ركويسين أساطير بس مو كلهم قليل منهم نادر في بعضهم أجي أقدم منهج عندي وأمشي شرح كوي شرح مكوي أجيز إلى آخر في ناس يروحون دكتور خصوصي عد هذا اللي يري تمام بس أنه أشوف لازم تدرس يعني في يوتيوب في ناس يروحين بليتيوب في ممكن تروح دكتور خصوصي لا رايحك هذه بس أهم شي لازم تعتمد لمصادر خارجية غير مصدر للدكتور طيب تقولون أنتم كابدات في الجامعة أنا عندي برمجة واحد برمجة اثنين صعبة أغلب الناس في برمجة واحد برمجة اثنين منهم أنا ما كنت أدري شي السالفة فتعثرت كثير بعطيكم نصيح من عندي في شخصين مرة كوية صراحة باليوتيوب اسمه محمد الدسوقي يشرح برمجة واحد برمجة اثنين وداتابيس وداتابيس هذي مواد دسمة ولازم ذكرها أول بأول وهذه النقطة مهمة جدا لو ذكر أوكي ذكر أول أول بعدين أول أسبوع ثاني أسبوع توقف لا خلها خلها يعني في متعة أنت قاعد تستمتع الموضوع أنا عارف أنه جدا متعة بالجامعة وفي بعضهم يستثقلها بس حاول تخلي تخصص هذا هو شغفك أنت عشان تستمتع ونتدرس تستمتع تستكشف أشياء الموجودة طيب ها أوكي عرفت إذا عرفت شغفك وعرفت المجال اللي أنت في خلاص أذاك الجامعة لا مو كافي الآن الوظائف تتم على شهادات يسمها شهادات احترافية قد تكلمت عنها تمام في مجالات كثيرة شهادات احترافية تبي شهادات مثل في كلاوت الأمازون ماكروسوفت أزور تعطي شهادات مثلا تبي مجال الاختبار الاختراق تبي برمجة يعني يعني في أشياء البرمجة تمام ماكروسوفت بس تعلم برمجة هذا المغزة تمام في شهادات كثيرة أنك أنت أو أي مجال أنت اللي حددته شغفك تمام مثلا إنقلت هنا أعطيتكم أمثلة على المواقع عندكم ماكروسوفت اللي هو هنا تكلم على i-cloud وفي شهادات i-cloud أمازون أمازون عندها شهادات تتكلم على أكلاد برضو كويسة عندكم إيلين سيكوريتي صراحة أنا أحب الشركة هذه لأنها محتوى جدا كويس وتحدث محتوى يعني أتوقع أنها سنويا مدرك كم المدى بالظب بس محتوى كويس لو ذاك المحتوى صح تبدأ فيها تمام هذا طبعا في اختبار اخترار عندك هنا EC كونسول لماذا لم تتكلم عنها في مسار تجعل اختبار اخترار صراحة أشوف أنه في الشهادات ومشهورة وفي سوق العمل إلى آخر بس صراحة الأمانة أشوف كتدريب وكممارس في اختبار اخترار أشوف أنه إيلين سيكوريتي تفوز لماذا لأنه EC كونسول مثلا في C&H شهادة مشاهداتها في البداية من الاختبار اخترار اخترار الاختبار اخترار اخترار انا اشياء اطبق عليه طيب عندكم CCNA مثل ما تكلمت إذا كنت تبدأ في الأمن السبراني عندك CCNA وعندك الشركة Cisco طبعا عندها شهادات كثيرة إذا كنت مثلا او أنا جاز لشبكات أنا جوي لشبكات خلاص كم CCNA 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 إلى آخر تمام في شهادات ومسارات معينة عندها تمام طيب عندك الكمبيت الصراح عندها شهادات كثيرة مثلا تشايفين في Pintest في CASB وCTT Cloud Assistant Project Plus إلى آخر تمام صراح أشوف الشهادات المهمة فيها هنا كأمن سبراني أو تبدأ فيها بالأمن السبراني بإختبار اختراق أشوف Security Plus كافية في ناس يقول خذ نشوف Plus كيف طبعا A Plus هذه A Plus تكلم على قطعة هاردوير إذا كان أنت شغلك وشغفك في تركيب القطع مثلا في AI يعني جاز لك الموضوع AI وذكاء الصناعي لأن أنت رح تبني الروبوت مثلا مثال 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 بصير تبني الروبوت تعطي معلومات حلوة جدا هذه كشكل كامل أو شكل عام الشهادات طبعا في شهادات كثيرة يعني ما أقدر أغطي كل المواقع وكل الشركات كثير كثير جدا طيب وش تنصحنا يعني وش تشوف لا ما نشوف لأن أنت مثلا بنص يعني مثلا ترمى الرابع ترمى الخامس أوه طيب راح ليل الوقت لا أبدأ منتم هذا أبدأ خطط أبدأ أعرف وش تخصصك الكويس فيه تمام يعني نصيحة مني لك نصيحة واحد ندمان للأمانة صراحة أنا كنت مهمل في الجامعة تمام فشي لازم تهتم له إذا اهتميت له بالبداية والله العظيم إنك بتكون شخص يعني كبير شي قوي جدا الأمانة صراحة أنا ما بديت في البداية وبديت مثلا عرفت وشي تخصص عرفت وهتميت في الجامعة اهتميت في المعدل إلى آخر تمام ف يلا الحمد الله على كل حال يعني حمد الله صحيت الحين ولا صحيت بعدين عموما شي كويس إنك تبدأ فيه تعرف مسارك وشي كويس إنك تعرف وشغفك وطبعا في الجامعة لا تعتمد اعتماد كامل على الدكتور حتى لو كان أسطورة لازم تاخذ مصادر خارجية ذكات الخصوصين مثلا أو ممكن تاخذ فيه شروحات بليوتيوب أي شي تمام أو أي حاجة أي حاجة ما تعرفها جوجل جوجل what is مثلا شي فلاني what do you mean what's the example أي شي أي شي تمام فهذا رح ساعدك كتير طبعا بعضكم اللي هو بركز علي أنا الأمانة اللي هو واحد اسمه محمد السوقي ها شوف برمجة واحد برمجة اثنين هاذا هو ساعدني كثير في الـ 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 فلو تشوفون اللي عندها يتكلم في برمجة واحد في برمجة في تكلم على C++ في تكلم على الهينا شوف الـ برمجة ون برمجة 2 تكلم البايثون وداتابيس وتتكلم على داتابيس 2 ووريكل برضو في الـ SQL يعني شي شي مرة قوية سهاش شخص صراحة مبدع مبدع وهذا كان عندي أتمنى أن يفتك وأتمنى أنك تدعمني الأمانة صراحة أنتم أساطير على الدعم الجاني هذا أنتم أساطير شكرا على مشاهدة شكرا أنك وصلت لهذا الفيديو لايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيه إذا كنت بتوصل لك فيديوهات كل أسبوع والله ما هذا يشي يا جباب السلام عليكم